السلام عليكم. شوانكم حبايبي. شو اخباركم. كنت بالي انه نرجع نداوم بالمدرسة. بس سبحان الله يعني شاء القدر وصار ماكو داوم بعد. فرح احاول انش قد ما اقدر بالفيديوهات انه افصل الشرح عن طريق استخدام برنامج الرسام واستخدام برنامج الورد وعن طريق رسم الجداول. المشكلة بالاول ثانوي المنهج صعب كتير. يعني اذا مو وجه لوجه. يعني صبورة واشرح لكم وناخد امثلة كثير شوية. الافصل الجاية رح تكون صعبة. انا رح اعاني فيها كثير عما يعني اوصل لكم الفكرة. بس ان شاء الله نحاول. واريد من اقدكم شغلة انه تتفاعلون ويايا. يعني مثلا انا الفيديو او الحصة اللي فاتت شرحت لكم اياها واشرنا كل المهمات زيان ما سمعت من اقدكم. اقدكم سؤال تريدون من عندي شيء في موضوع مفاهمية اشرح لكم اياها مرة ثانية. يعني لازم تبقوني على الطلاع دائم على مد اعرف يعني طلابي وين وصلوا وش نوع تكون نقص. خاف يجي الامتحان وتتفاجعون بالاسئلة وتصير مشاكل يعني. زيان حبايبي فتفاعلوا ويايا. فالحصة من انطيها وتحضروها رح اسويها ثلاثين دقيقة ثلاثين دقيقة. احنا عندنا حصتي حسب الجدول الجديد. يعني من تنتحي الحصة اكتبوني على الخاص. بالليل ثاني يوم. ما عندي مشكلة. اجوبتكم اسئلتكم. سجلوا تسجيلات صوتية. بلا الكتابة. فنحاول يعني. شقد ما نقدر ان نستوفي المنهج ونعلمكم ان شاء الله احصل شي. زيان يعني. بالحصة اللي فاتت وصلنا للتوفير النسخ الاحتياطية. وشفنا انه احنا نستفاد من النسخ الاحتياطية ب 3 طرق انه اما نسترجع جدول او نسترجع قاعدة بيانات كاملة او نسترجع عنصر. وصلنا تحديث المعلومات. تحديث المعلومات اتركوا مداخل. ومرونة النظام اتركوا. تمام. هاي نقاط هي ضمنية. انا شرحتها بالحصة اللي فاتت. يعني مضمنة بالشروحات اللي انا قدمتها بالنقاط اللي قابلها. زي الحبايبي. اليوم راح نوصل للخاصية او واحدة من فوائد قواعد البيانات اللي هي توفير العديد من واجهات المستخدم. واجهات المستخدم شنو نقصد بيها. هسا تطبيق بالتليفون. من تفتحون الانستة من تفتحون الفيسبوك من تفتحون الجوجل اليوتيوب. هاي الواجهة اللي تشوفوها يسموها واجهة المستخدم. زيان. ليش احنا نستخدم واجهات تكون ذات الوان حلوة وجداول ورسومات وسهلة الاستخدام. وذلك لان العديد من المستخدمين ذو درجات متفاوتة من الخلفيات التقنية في استخدام قاعدة البيانات. تمام؟ يعني من انا استخدم قاعدة البيانات. قاعدة البيانات عبارة عن هاي الجداول. يعني انا كمهندس حاسوب انا اصمم هاي الجداول انا اصممها. وانا اكتب اسماء الاعمدة وانا ادخل البيانات. بس المستخدم المستخدم من يشوف الجدول ما يعرفش شنه يفهم منه وشنه المطلوب منه عنده ليش؟ لأن المستخدمين ذو كفاءات أو درجات متفاوتة من الخلفيات التقنية يعني مثلا الطبيب ما يعرف بالكمبيوتر كثير المعلم ما يعرف بقاعدة البيانات المهندس ما إلا دخل في الكمبيوتر تمام؟ واحدة بالميزات قاعدة البيانات أنه توفر لي الخاصية أنه كيف أصمم كيف أصمم جداول وكيف أصمم واجهات ذات ألوان تكون حلوة وسهلة على المستخدم أنه يستخدمها تمام؟ فالأهمية هاية أنه توفر هي العديد من واجهات المستخدم لأن المستخدمين ذو درجات متفاوتة من الخبرة تمام؟ هسا شوفوا رح أدور لكم بالجوجل عسى ولعل أنه نلاقينا حاجة دقيقة رح أكتب بالجوجل مثلا شنه أكتب لكم؟ شوفوا نكتب داراباس مثلا انترفيز ديزاين لا أنا قررت الصور خلا شوفكم ها شوفوا هسا هي واجهة مستخدم ها دقيقة خلت وضح الصورة هاي هي صورة أعظامك حس في الله نعمل وكيل زين دقيقة خلت شوفكم صورة أوضح هاي هسا هي واجهة مستخدم شوفوا هسا انتم مثلا تروحون للبنك الموظف تبع البنك هو ما يفهم ما يفهم هاي الجداول الجداول هاي الناس المتخصصين بتقنية قواعد البيانات هم صمموها وربطوها في العلاقات وسموا الأعمدة ودخلوا البيانات المستخدم المستخدم من يجي يستخدم البيانات أو يستخدم قاعدة البيانات رح يشوف هاي هاي شوفوا هسا يعرضوا البيانات يكتب هنا اسمكم يطلع للحساب تبعتكم والمعلومات الكاملة يقدر يدير عملية بحث على كافة الحوالات اللي هي واصلة إليك عن طريق الوستن يونينو إلى آخره يغير معلومة معينة يضغط ضليت اللي هو المسح يضغط إضافة وإلى آخر من الأمور هاي يسموها واجهة قاعدة البيانات خلوا شوف هاي الواجهة شوفوا هاي الواجهة شنو بيها هذا أستاذ اسمه المكان اللي هو اللي يداوم به البرانش اللي هو الفرع عندك الجدول المالته الجدول اللي هو عبارة عن الحصص وهالأمور معلومات عنه وإلى آخره هاي يسموها واجهة قاعدة البيانات شوفوا Online Help Desk Form نموذج التقني اللي هو يساعد الموظفين فهذا هاي الواجهة هاي المعلومات هي كلتها موجودة في جداول موجودة في جداول احنا ما نشوفها هيك صايرة شوفوا هاي الجداول هاي الجداول منو سواها تقني المعلومات أو تقني قاعدة البيانات اللي صممت الجداول شوفوا ID Order Service أدنى Product Name Client ID اللي هو العميل اللي اشترى البضاعة وإلى آخره يجي المستخدم مني فتح قاعدة البيانات تظهر لنفس الشكل اللي انا شوفتكم إياها فهو هذا المقصود بواجهة قاعدة البيانات زين حطايبي؟ زين الخاصية الأخيرة أو الفائدة الأخيرة اللي هو فرض قيود السلامة البيانات في قاعدة البيانات تطلب سلامة بعض القيود أبسط نوع من القيود ينطوي على سلامة تحديد نوع البيانات لكل بند من بنود البيانات زين تحديد نوع البيانات شنو معناته؟ شوفوا هسا احنا قيود السلامة هي ضرورية زين أبسط نوع اللي هو هذا المثال الوحيد اللي مكتوب بالكتاب أبسط نوع عفو مثال رقم واحد أبسط نوع من قيود السلامة أولا تحديد نوع البيانات واثنين الثنين اللي هو طول أو حجم البيانات تمام اللي هو النقطة رقم اثنين هسا النقطة رقم واحد هو نوع البيانات النقطة رقم اثنين طول البيانات تمام اذكروها هاي شنو يسموها يسموها قيود بنود او قيود السلامة لبنود البيانات رح انطيكم مثال عندي هذا الجدول البسيط هذا الجدول هو جدول في قاعدة البيانات يتكون من الحقل الاول الاسم اسم الطلاب اثنين الدولة اللي هم جايين من عدها ثلاثة الدولة أو الجنسية ثلاثة رقم الهاتف والأربعة هو الصف الدراسي اللي هم يدوسون فيه في المدرسة زيان رح نجي هسا نطبق بنود أو قيود السلامة على البنود اللي موجودة قيود السلامة قلنا أولا شنو قلنا أولا العفو بالعربي أول شي عدنا نوع البيانات صح زيان وقلنا النوع الثاني هو طول أو حجم البيانات بهذه الطريقة عندي نوعي تين من البنود زيان نوع البيانات هسا نوع الاسم شنوه أحرف صح نوع الاسم هو أحرف زيان يصير أنا مسموح إلي أنه أنا أدخل اسم الطالب هذا لا أنا انتحكت قيود السلامة تمام لأن الاسم ممنوع يكون رقم لازم يكون أحرف زيان الدولة اللي هو جاي من عندها أحرف هل أنه أنا يصير أكتب بهذه الطريقة إيش هاي الدولة شوفوا هسه هسه هذا شنو يسموه يسموه قيود السلامة يعني قاعدة البيانات من أنا أجي وأدخل معلومات غلط في الجدول زيان رأسا رح تعترض وتخبرني يا أخ أو يا صاحبي أو يا مستخدم نوع البيانات المخصص لهذا الحقل أو لهذا البند هو لا يطابق نوع البيانات اللي أنت دخلتها يعني أنت جيت على الإسم وأنا أنتظر من عندك أحرف تكتب لي الإسم بالأحرف أنت كيف تدخل لي أرقام أنت انتهكت قيود السلامة هذا ميجوز تمام؟ هسه عرفتوا شنو معنات نوع البيانات رقم الهاتف رقم الهاتف قاعدتي البيانات تنتظر من عندي أنه أنا أدخل رقم هاتف أدخل رقم الهاتف تبعي زيان رقم الهاتف ها أجي أكتب هذا هذا رقم هاتف؟ لا هذا مستحيل ليش؟ لأن رقم الهاتف يجب أن لا يتخلى له أحرف أو رموز زيان ويكون عبارة عن أرقام تمام؟ يكون عبارة عن أرقام كاملة يعني هذا مستحيل فوحدة من الميزات الحلوة في قاعدة البيانات أنه تقدر تفهم البيانات المختل المدخلة عن البيانات المتوقعة وتعطيك رسالة تقول لك البيانات المدخلة لا تطابق النوع ليش؟ لأن أنت انتهكت بنود السلامة أو قيود السلامة المفروضة على هذا الحقل الصف الأول الصف الأول أنا ممكن أكتبه أول ثانوي وممكن أكتبه أول عفو واحد س أي يعني الأول ثانوي ألف صح؟ ما عندي مشكلة يعني احتمال عندي رقم احتمال عندي رقم وأحرف فأنا ما عندي مشكلة أقبلها زيان؟ ما عندي مشكلة زيان النوع الثاني طول أو حجم البيانات يعني هسا اسمي الثلاثي أو الرباعي أو الخماسي ماذا تتوقعون كم حرف؟ دعنا نفرض 20 حرف زيان؟ طول البيانات طول اسمي 20 حرف زيان؟ يصير أنا أجي وأدخل في الإسم اسم طوله ألف حرف كيف هاي صارت؟ أنا ردت من عندك الاسم الرباعي أنس أياد عبد الرزاق حسين هذا اسمي أنا الرباعي تمام؟ زيان مثلا حلا مصطفى خلينا نقول مثلا حلا مصطفى عبد الرزاق رشيد هذا الاسم الرباعي زيان كم حرف احتمال 20 25 كتير كتير إذا فيها الأسماء اللي هي تعبد وتحمد مثلا عبد الحميد عبد الواحد عبد الستار عبد الرزاق تمام؟ يوصل 25 زيان أنت من تجي وتدخل بقاعدة البيانات اسم طوله ألف حرف هاي شنو معناته هذا؟ تمام؟ هذا ما يجوز فأنا هنا بالخطوة الثانية زيان انتهكت قيود السلامة اللي هي المسؤولة عن طول الحرف أو طول الاسم زيان طول الاسم ما يصير هذا هذا الكلام ما يصير تمام؟ فهاي البنود أو قيود السلامة تساعدنا أنه إحنا ندخل البيانات بطريقة صحيحة إلى قاعدة البيانات وفس زيان نيسا رقم تليفونها غلط ليش؟ مستحيل رقم الهاتف يكون طولة أربع رقام فبنود السلامة بنود السلامة بنود السلامة للاسم هي لا يجوز أن يكون أكبر من ثلاثين حرف هاي نقطة رقم واحد زيان بنود السلامة لرقم الهاتف لازم شنو يكون لازم يكون أكبر لا يجوز أن يكون مثلا أكبر من تسع أرقام ولا يجوز أن يكون أقل من تسعة لازم بالضبط تسعة زيان إذا أحنا دخلنا مفتاح البلد رح يكون اثنعش وأصغر من تسعة اللي هو الرقم من دون مفتاح البلد فشوفوا هسا شون اختلفت صار عندي قيود السلامة للاسم تختلف كليا عن قيود السلامة للهاتف ليش؟ لأن أنا عندي الهاتف صار بي هسا أقل وأكبر أنا مستحيل أتجاوزها تمام؟ فهنا يا هسا قيود السلامة للهاتف بالنسبة لنيسا هي انتحكت قيود السلامة لأن دخلت رقم هاتف أقل من الطول المسموح به وإذا دخلت رقم كبير رح يصير عندي مشكلة ليش؟ لأن رقم الهاتف أكبر من الطول المسموح به اللي هو اثنعش بالنسبة للإسم أنا أدخل إسم خمس أحرف كلا عشرة خمسة عشرين تلاثين خمسة وعشرين سبعة وعشرين سبعة وعشرين ما عندي مشكلة المهم ما أتجاوز تلاثين بينما بنود السلامة لرقم الهاتف أنه أنا ما يصير أتجاوز لفنعش وما يصير أدخل رقم أقل من التسعة زيان تذكروها أنتو من تسجلون بالإنستة أو بالفيس شنو يطلبون من عدكم لازم كلمة السر تكون أقل شي ثمان أحرف أقل شي ويجب أن يتخلل كلمة السر حرف كبير ورقم وحرف صغير خلوها ببالكم معناتها قيود السلامة التي فرضت على البند اللي هو مكتوب عليه كلمة السر موجودة بالشروط اللي أنا هسا ذكرتها زيان رح نيجي مرة ثانية نوع البيانات عرفنا وعدنا الطول طول الأحرف هاي النوعية الثانية زيان هسا رح أجي أشوفكم نوع البيانات كيف أقدر أنتهى قيود السلامة ها حطيت نقطة هذا رقم هاتف له رقم عشري صار رقم عشري هذا كيف أكو رقم هاتف هو خمسين ألف وثلاثمية وتسعة وعشرين فاصلة تلاثة وتلاثين وتسعة واربعين ماكو هيك رقم احنا ما قاعد نتكلم عن باي ولا عم نتكلم عن أرقام كسرية صح لازم تكون أرقام صحيحة هالسأالي هنا طول البيانات أنا ما انتهكته ليش لأن أنا بعدني جول 12 صح زيان بس شنو انتهكت انتهكت نوع البيانات ليش لأن أنا برقم الهاتف قاعدة البيانات تنتظر من عندي رقم صحيح خالي من الفوارز العشرية هذا المقصود ببنود أو قيود السلامة لنوع البيانات وقيود السلامة لطول أو حجم البيانات زيان عيني النقطة الأخيرة في فرض قيود السلامة من هو المسؤول عن إضافة قيود السلامة للجدول أو للبنود مسؤولية مصمم قاعدة البيانات هي تحديد معوقات السلامة في أثناء تصميمها وهذه القيود يفرضها تلقائيا نظام إدارة قاعدة البيانات حلول هنا يا يعني القصد من هذا أنه أنا المصمم خبيق قاعدة البيانات عند تصميمي للجدول عند تصميمي للجدول يجب علي أن أفرض كل معوقات السلامة أو قيود السلامة على الجدول عند الانتهاء من التصميم رح يجي برنامج إدارة قاعدة البيانات ياخذ كل قيد ويفرض على الجدول ياخذ القيد الثاني السلامة ويفرض على الجدول ياخذ القيد اللي هو تبع الطول ونوع البيانات ويفرض على البند اللي هو الهاتف ياخذ بند نوع البيانات والطول اللي هو أصغر من 30 حرف ويفرض على بند أو عامود الاسم وبهالطريقة هاي فإحنا للإسم نعرف بنود نوع البيانات شنوى والطول شقد الدولة البنود نوع البيانات والطول الهاتف نوع البيانات والطول الصف الدراسي نوع البيانات والطول يجي برنامج إدارة قاعدة البيانات ياخذ هاي البنود ويفرضها على العامود الأول وياخذ البنود اللي هنا ويفرضها على العامود الثاني وياخذ هاي البنود والثالث والرابع إلى أن ينتهي الجدول فهذا من المسؤول عن هذا الشيء مصمم قاعدة البيانات هو يعرف هذه البنود ويعطيها القاعدة البيانات على متفرضها على الجداول الموضوع اللي بعده اللي هو هندسة نظم إدارة قاعدة البيانات الهندسة شنو مقصود بيها كيف تصممون الشبكة اللي موجودة فيها قاعدة البيانات الشبكة اللي موجودة فيها قاعدة البيانات هسا تحولت هندسة نظم إدارة قواعد البيانات تدريجيا إلى صيغة العامل والخادم أي صيغة العميل والخادم ووضعت للتعامل مع بيئات الحوسبة التي يشارك فيها عدد كبير من الحواسيب إلى آخره تعريف العميل في هذا الإطار هو عادة مستخدم الجهاز الذي يوفر قدرات واجهة المستخدم والاستخدام المحلي وتعريف الخادم هو عبارة عن نظام كمبيوتر يوفر الخدمات لأجهزة الحاسوب الخاصة بالعملاء هذا الرسم هو صيغة عميل وخادم العميل من هو إحنا يعني مثلا هسا من أني أخش على الأنستة أنا هسا من أدخل من التطبيق الموجود فيه تليفوني أنا عميل ولا خادم؟ أنا عميل أنا رح أدخل المستخدم وكلمة السر وأخش على الخدمة اللي توفرها شركة الإنستجرام من أدخل على اليوتيوب أستخدم التطبيق وكلمة السر والباسورد كعميل أدخل على الخدمة اللي توفرها شركة جوجل واللي هي شنو اسمها؟ اليوتيوب فإحنا كيف نفسرها؟ نرسم قاعدة البيانات نرسم قاعدة البيانات نرسم قاعدة البيانات دائما على شكل استوانة نرسم قاعدة الأواء في هذا الطريقة ونحن هنا تطبيق البيانات أو جهاز الكمبيوتر اللي هي اللابتوب وحنان هنالة التطبيقات بهذه الطريقة وعندما يديه تطبيق هذه الطريقة نرسم قاعدة الأواء لنذهب البيانات سوف نغيير اللون الخادم زيان ليش لأنه هو الجهاز المسؤول عن توفير خدمة اليوتيوب لنا زيان هاي الأجهزة هاي الأجهزة شنو وظيفتها هاي الأجهزة تستفاد من الخدمة اللي يوفرها الخادم بما أنه إحنا استفادينا من الخدمة فيطلقون علينا اسم عميل بهالطريقة زيان فالعميل هو جهاز كمبيوتر أو تليفون أو شخص يستفاد من خدمة يوفرها الخادم والخادم عبارة عن كمبيوتر يكون كبير كمبيوتر كتير كبير تمام يوفر خدمة خدمة معينة إلى العلم العملاء العفو زيان هسا نقدر احنا نشوف الخوادم اي اكيد شوفوا هسا رح فوتكم على الجوجل ورح اكتب يوتيوب سيرفرز كلمة سيرفر سيرفر بالانجليزي معناتها شنوى؟ معناتها الخادم كلمة سيرفرز معناتها الخوادم اللي هي اللي توفرنا الخدمة زيان هسا رح نمشي للصور هايا شفتوها؟ هسا هايا هايا هذه الخوادم اللي هي اجهزة كمبيوترات كبيرة كثير هاي الشبكة شوفوها هايا شبكة جوجل هاو دز يوتيوب وورك هاي شبكة جوجل الخوادم اللي هي توفرنا خدمة اليوتيوب هي هايا هاي سموها الخوادم والعملاء اللي احنا اجهزة الهاتف والكمبيوترات تمام؟ شوفوها شبكة كبيرة كثير وفيها اجهزة كثير طبعا هاي مو بس موجودة بمكان موجودة بكل الدول وأضعاف هاي المساحة هاي صورة بسيطة هي اليوتيوب يحتاج خوادم بعد أكبر يعني احتمال آلاف آلاف من هذاني مربوطة مع بعض نفس هذاني مربوطة مع بعض آلاف من عده تمام؟ بهذه الطريقة هاي هاي هيك صايرة هاي يسموها الخوادم زين عيني؟ هسا نرجع للحصة زين حوادي؟ هسا عرفنا تعريف الخادم والعميل زين؟ القصد من هذا شنو؟ انه بالفترة الأخيرة بالفترة الأخيرة صارت الأجهزة أو صارت قاعدة البيانات قاعدة البيانات تنحط بأجهزة كبيرة تمام؟ اللي هي الجداول اللي أنا شوفتكم إياها ويجي العملاء احنا هاي الجهاز الكبير اللي هو الخادم والعملاء يدخلون على قاعدة البيانات من مكان واحد بهذه الطريقة هاي ها آها هيك فهذا هو القصد بالخادم والعميل هذا المقصود بالهندسة الهندسة أنه أنا كيف أصمم شبكة تحتوي على خوادم كخيرة نفس ما ستشوفتكم في الصورة وإحنا العملاء ندخل إلها هذا يسموه هندسة نظم إدارة قواعد البيانات طبعا هذا اختصاص كامل في الهندسة الحواسيب تدرسها أول شيء تتعلم قواعد البيانات وبرمجتها بعدين تمشي للهندسة زيان تصنيفات نظم إدارة قاعدة البيانات التصنيفات شنو المقصود بيها المعايير والعوامل التي تدخل في عملية تصنيف نظم إدارة وقواعد البيانات هذا التعريف تمام القصد من عندها شنو أنه أنا كيف أختار قاعدة بيانات ملائمة للشغل تبعي كيف أقدر أنا أختار عن طريق مجموعة من العوامل والمعايير تمام العوامل والمعايير اللي أنا عن طريقها أختار أنه مثلا نظام قاعدة بيانات أوراكل أو مثلا SQL هو مناسب للشركة مالتي أو مناسب للمدرسة أو مناسب للجامعة ما هي العوامل والمعايير اللي أنا على أساسها أختار فهم قسموها إلى تصنيفات على أساسها إحنا رح نختار أول شيء نموذج البيانات نموذج البيانات يستخدم تعبير نموذج البيانات لوصف قاعدة البيانات كمجموعة من المفاهيم في السابق كانت أنظمة إدارة البيانات تستند إلى شبكة هرمية إلا أنها أصبح قليلة الاستخدام وإلى آخره هسأ أول نقطة نموذج البيانات شنو معناته إذا أنا عندي قاعدة بيانات فيها كلام أنا أقدر أختار نموذج معين إذا عندي قاعدة بيانات تحتوي على فيديوهات لازم أختار قاعدة بيانات تدعم الفيديوهات إذا عندي قاعدة بيانات تحتوي على الصور لازم أختار قاعدة بيانات تتوفر لي إمكانيات خزن الصور يعني مثلا قاعدت البيانات بالمدرسة وقاعدت البيانات اللي موجودة في السفارة الليبية اللي هي المسؤولة عن معلومات وكافة الطلاب المبتعثين الليبيين هي تختلف عن قاعدة البيانات اللي يستخدموها في الانستغرام ليش؟ لأن نموذج البيانات في الانستغرام هو صور ونموذج البيانات في السفارة هو عبارة عن كلام فقاعدة البيانات للصور تختلف عن قاعدة البيانات للكلام هذا هو يسموه نموذج البيانات هاي النقطة الأولى النقطة الثانية تعدد المستخدمين أصبحت غالبية نظم إدارة قاعدة البيانات تدعم استخدام قواعد البيانات ومن قبل عدد من المستخدمين في الوقت نفسه وتستعمل عادة مع أجهزة الحاسوب الشخصية تعدد المستخدمين شنو معناتها؟ معناتها أن قاعدة البيانات لها عدد معين من المستخدمين هسه إذا أنا إنشأت قاعدة بيانات على الكمبيوتر التابعي أقدر أدعم مئة مستخدم قاعدة البيانات اللي بالسفارة كم تدعم؟ تدعم كل الطلاب المبتعثين اللي هم موجودين داخل تركيا خلنفرض أن عددهم عشرة آلاف طالب في قواعد بيانات تدعم عدد من المستخدمين اللي هم العملاء يصل إلى مئة مليون في قواعد بيانات تتجاوز الواحد بليون واحد بليون زين هسا أنا رح أسألكم قاعدة البيانات اللي موجودة في السفارة كمثال زين هل إنه هي تدعم عدد مستخدمين أقل أو أكثر من قاعدة البيانات اللي موجودة في الخوادم تبع الفيسبوك؟ عدد مستخدمين الفيسبوك هو جد 2.7 بليون تمام؟ وعدد المستخدمين بالسفارة خلنفرضه هو عشرة آلاف فالفيسبوك يحتاج قاعدة بيانات تدعم 2.7 بليون فأكثر وقاعدة البيانات في السفارة تحتاج إلى قاعدة بيانات تدعم عشرة آلاف عشرة آلاف مستخدم فما أكثر فشوفوا هسا هذا العامل يحدد لي أي قاعدة بيانات أنا أروح أمشي للشركة وأشتريها إذا أنا بدي قاعدة بيانات ضخمة اللي هي بالفيسبوك التكلفة رح تكون كثير كبيرة بينما إذا عندي قاعدة بيانات بسيطة بالسفارة لا التكلفة تكون بسيطة فعندي عدد المستخدمين هو يحدد نوع قاعدة البيانات اللي أنا لازم أوفرها إلى المستخدمين أنا كخادم أوفر قاعدة البيانات للمستخدمين النقطة الثالثة اللي هو المركزية مقابل الموزع النقطة هاي شنو بس تأشرون هاي يمكن لنظام إدارة قاعدة البيانات أن يكون مركزي أو موزع حسب بيئة العمل في البيئة المركزية قاعدة البيانات تكون موجودة في كمبيوتر واحد وفي النظام الموزع أما نظام قاعدة البيانات الموزع فهو يكون عبارة عن قاعدة بيانات فعلية موزعة على اثنين أو أكثر من أجهزة الحاسوب المركزية أو الموزع الصورة مع الخوادم تبعة اليوتيوب اللي أنا شوفتكم إياها هي من نوع موزع أو من نوع مركزي هي من نوع موزع ليش؟ لأن انت لو تذكرون الصورة احنا شفنا خوادم كثير صح؟ يعني كان أكثر من ألف جهاز موجود في الصورة إذن هاي قاعدة بيانات موزعة إذا أنا البيانات عندي خزنتها في جهاز كمبيوتر واحد إذا كانت في جهاز كمبيوتر واحد معناتها مركزية إذا كانت في أدة أجهزة معناتها موزعة تماما بها الطريقة فأني حسب بيئة العمل حسب الشركة إذا أنا عندي موقع موقع كبير مثل اليوتيوب يجب أن أختار موزع ليش؟ لأن على مد أواكب كمية الفيديوهات التي تعرض بالساعة الوحدة وإذا كانت عندي قاعدة بيانات بسيطة مثل المدرسة لا أخليها بجهاز واحد مركزي زيان؟ عدد الطلاب تقريبا 160 طالب وعدد الأساتذة 30 بالإضافة إلى الإدارة فالمجموع الكامل للمستخدمين لا يتجاوز الميتين مستخدم صح؟ فأني أحتاج جهاز واحد مركزي وأخلي فيه قاعدة البيانات كاملة أما إذا أنا احتاجيت عندي موقع كبير مثل يوتيوب أو فيسبوك يجب أن أختار الموزع زيان؟ هسه هذا يعتبر عامل أو لا؟ أكيد يعتبر عامل زيان؟ ليش يعتبر عامل؟ لأن في بعض القواعد البيانات دائما تكون مركزية لا تدعم التوزيع وبعض قواعد البيانات تدعم التوزيع ولا تدعم المركزية وفي بعض قواعد البيانات تدعم المركزية وتدعم التوزيع تمام؟ عرفناها هسه يعني عندي هسه تلف أصناف من قواعد البيانات مركزية لا توزيع توزيع مركزي وتوزيع ولا مركزي بهذه الطريقة فحسب نظام الشغل المالتي سأختار النوع الذي أحتاجه في الشغل الذي لدي حبايبي هنا تنتهي حصة اليوم ونلقاكم على خير إن شاء الله بالحصة اللي جاية ولا تنسون حبايبي اسألوا أي شيء عندكم فوتوا على الخاص سجلوا تسجيل وقولوا هاي النقطة احنا ما فهمناها أعيدلكم إياها بتسجيل صوتي زيان حبايبي الله يحفظكم ونلتقي على خير بالحصة الجاية